لأخبار مهمة جداً من النادي الأهلي النادي الأهلي وأخباره المهمة ونبدأ بكواليس صفقة المهاجمة الجديد في النادي الأهلي السؤال اللي بتتسقله طول الوقت أجماعة مين مهاجم النادي الأهلي الجديد؟ نمشي في الشارع مين مهاجم النادي الأهلي الجديد؟ نفتح السوشال ميديا مين مهاجم النادي الأهلي الجديد؟ نطلع على التلفزيون مين مهاجم النادي الأهلي الجديد؟ ولسه الأمور لم تحسن بتاتاً بتاتاً أسماء مازالت في الصورة وأسماء جديدة تدخل في الصورة وكل هذه التفاصيل الآن فولاً لحضراتكم يلا بنا أولاً النادي الآلي في الوقت الحالي يكسف من محاولاته لحسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد حيث يريد النادي إنهاء هذا الملف خلال 72 ساعة على أقصى تقدير حتى ينضم اللاعب للفريق قبل مباراة السوبر للأفريقا أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري ثانياً الأهلي في الوقت الحالي لم يفقد الأمل في يضم البرازيلي جوستافو السوزة مهاجم فريق جيم بوك الكوري الجنوبي خصوصاً أنه أتم كافة الاتفاقات مع اللاعب وفي الساعات الحالية يضغط سوزة بنفسه على نديه لإتمام الصفقة وينتقل للقلع الحمراء إلا أن الأمر ما زال معلق يعني سوزة البمت أفدش لعب برازيلي آخر دخل دائرة اهتمامات النادي الآلي في الساعات الأخيرة وهو جواو بدرو مهاجم فريق الوحدة الإماراتي اللي ما زال يتبقى في عقده مع العنابي موسماً واحداً إلا أن وكيله طلب من النادي الآلي الحصول على راتب سنوي مليوني دولار وهو ما يرفضه النادي الآلي حيث أكد مسؤولية للوكيل أن أكبر راتب ممكن أن يدفعه النادي واحد فاصل أربعة مليون دولار فقط لعب عن تلاتين سنة أقول لكم شوية تفاصيل عنه مهاجم قويس جداً رابعاً دخل دائرة اهتمامات النادي الآلي أيضاً للنادي الروسي ودي القصة اللي أنتم حضراتكم معظمكم عارفها خلاص الأهل بيجاهز حل أخير حل فشلوا في ضم مهاجم من خارج الدوري المصري وهو التعاقد مع جون إيبو كان مهاجم سيراميك كليوباترا على سبيل الأعارة لكن هناك نقطة خلاف بين الناديين وهي أن الأهل يريد أن تكون الأعارة لمدة ستة أشهر فقط بناء على رقبة مارسي كولر ونادي سيراميك كليوباترا عايز الإعارة تكون موسم كامل دي الحكاية دي الحكاية حتى هذه اللحظة فيما يخص مهاجم النادي الأهل طيب بما أنه اسم جديد وعايزين نعرف عنه شوية معلومات هو جواو بيدرو مهاجم الوحدة الإماراتي تعالوا أقول لكم شوية أرقام عن البرازيلي جواو بيدرو يلا بنا جواو بيدرو لعب مع أكتر من نادي إماراتي مجمل أعماله مع الأندية الإماراتية لعب 113 مباراة معدل دقائق 9692 دقيقة سجل خلالهم 70 هدف وصنع 11 هدف حصل على 15 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة واحدة هيجي اللي بعدها طيب جواو بيدرو الموسم الماضي موسم 2022-2023 لعب 25 مباراة لعب فيهم 1943 دقيقة سجل 15 هدف من تاخل منطقة الجزاء سجل 14 هدف ومن خارج منطقة الجزاء سجل هدف واحد يعني مهاجم صندوق من الدرجة الأولى أهداف بالرأس هو مميز أيضا بأهداف الرأس سجل سبع أهداف وروق 45 مرة وصنع 3 أهداف وسدت 73 كورة أرقام حلوة بصراحة يعني بصراحة أرقام في الدول الإماراتي بص أرقام معقولة جدا 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 ترجمة نانسي قنقر